منتصر نعم كيف حالك الحمد لله ايش تقول للمشاهدين في بداية المقطع حفظكم الله وانشروا المقطع لسعم الفائدة ما شاء الله طيب يا منتصر اليوم جهزنا لك مئة سؤال من السيرة النبوية العطرة جهز انك تجاوب عليها جاهز بفضل الله طيب السؤال الاول يقول ما هو اسم عبد المطلب الحقيقي اسمه شيبة ولماذا سمي بهذا الاسم لانه ولد في رأسه شيبة ولماذا لقب بعبد المطلب عندما اتابه عمه المطلب من عند اخواله في يثرب ظنث قريش انه عبد المطلب فسموه عبد المطلب من هو زعيم رحلتاء الشتاء والصيب هاشم بن عبد المناف جدا رسول الله الى اين كانت رحلة قريش في الشتاء الى اليمن الى اين كانت رحلتهم في الصيف الى الشام اين توفي هاشم بن عبد المناف توفي في غزة العزة في فلسطين وعلى ذكرهم ندعو الاخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا المجهدين في سبيلك في فلسطين امي اللهم كلهم عونا ونصيرا امي اللهم ثبت اغدامهم امي واربط على غلوبهم امي وانصرهم على اعدائك واعدائهم امي اللهم لما شعثهم امي واجبر كسرهم امي ووحد صفهم امي اللهم داوي جرحاهم امي واشفي مرضاهم امي وتغبل شهدائهم امي اللهم من يريد بهم او باسلامنا سوءا فاشغله بنفسه امي ورد كيده في نحر امي واجعل تدويره تدويرا عليه يا رب العالمين امي اللهم اجعل معونتك العظمى لهم سندا امي اللهم ان استودعناك اهلنا في غزة امي فلا تكلهم الى انفسهم امي او الى احد من خلقك طرفة عين امي وكلهم اليك وحدك لا شرك لك يا رب العالمين امي وصل اللهم على سيدنا محمد الله سبحانه طيب منصر من الذي حفر بئر زمزم عبد المطلب وكيف عرف مكان البئر وهو مدفون بالتراب رأى رؤية في المنام عن مكان البئر وماذا فعل عندما عرف مكان البئر اخبر قريش ولكنهم رفضوا حفر البئر لماذا رفضت قريش حفر البئر لانه يقع بين صنامين من الاصنام التي تعبدها قريش وماذا فعل عبد المطلب عندما رفضت قريش حفر البئر نذر لله ان وهبتني عشرة من الاولاد وحفرنا البئر لأذبحنا احد اولاد قربان وهل قبلت دعوته نعم وهل وفى بنذره نعم اراد ذلك وعمل القرعة بين ابنائه وعلى من وقعت القرعة ليتم ذبحه على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل قام عبد المطلب بذبح ابنه عبد الله عندما وقعت عليه القرعة لا فقد منعوه اهل مكة حتى لا تكون سنة بين الناس وماذا فعل عوضا عن ذبحه فده بمئة من الابل بمن زوج عبد المطلب ابنه عبد الله بآمنه بنت وهب وكم كان عمر عبد الله عندما تزوج ثمانتعشر عاما وكم كان عمر آمنه عندما تزوجت ارباطعشر او ستعشر عاما اين توفي عبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند اخواله في يثرب عندما توفي عبد الله كم كان قد مضى على زواجه بضعته اشهر ما الرؤية التي رأتها آمنه بنت وهب عندما حملت برسول الله ما الرؤية التي رأتها آمنة بنت وهب عندما حملت برسول الله تقول آمنة حتف هاتفا في أذني وأنا بين النوم واليغضان بعد وفاة زوجي بشهرين يا آمنة قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها فإذا ولدته فسميه محمدا ما الرؤية التي رأاها عبد المطلب تبشره بمولد نبي من ذريته رأى سلسله من فضة تخرج من ظهره وتسعد إلى السماء ثم تعود إلى شجرة خضراء لها غصون ولها ظل فجاء جميع الخلق وتعلقوا بها ما هو الحدث العظيم الذي سبق مولد رسول الله بخمسين يوما قد أبرها الأشرم على مكة المكرمة لهدم الكعبة ولماذا أراد أبرها هدم الكعبة يريد من الناس أن يحجوا إلى الكعبة المزعومة التي بناها في اليمن وهل تصدى له أحد من قبائل العرب؟ لا فقد فره إلى الجبال وهل استطاع أبرها هدم الكعبة؟ لا فقد أرسل الله عليه وعلى جيشه طيرا أبابيل قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصعاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول متى ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولد في عام الفيل سنة 571 ميلادي من هي التي حضرت معامنة بنت وهب عند ولادتها لرسول الله؟ الصحابية شفاء أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ماذا قالت شفاء رضي الله عنها وهي تصف مولد رسول الله؟ قالت نزل معتمدا على كفيه ورقبته ثم ماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت نزل ساجدا ينظر بطرف عينه إلى السماء كالمتضرع لله ثم ماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت فحملته ونظرت إلى وجهه وإذا به كالقمر ليلة البدري ثم ماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت فأردت أن أصنع له ما يصنع للمولود فإذا به مقضوع السره مفتون طيبا ثم ماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت ولد مكحل العينين وريحه المسكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هي أول مرضعة لرسول الله؟ ثويبه مولاة أبي لهب ما هي قصة ثويبه يوم مولد رسول الله؟ هي جارية أبي لهب وعندما بشرته بمولد ابن أخيه أعتقها فهل تعتبر ثويبه أم رسول الله؟ نعم هي أمه من الرضاعة وهل أرضعته أمه آمنة؟ نعم أرضعته من هي التي أرضعت رسول الله حوليني كاملين؟ أمه من الرضاعة حليمه السعدية رضي الله عنها تقول رضي الله عنها فهل أسلمت؟ نعم أسلمت بفضل الله عليها وماذا قال لها عبد المطلب عندما أتت لتحمل رسول الله؟ سألها عن اسمها قالت حليمه السعدية فقال لها مادحا بخن بخن حلما وسعد ومن أتى معها من ديار بني سعد؟ زوجها وابنها الرضي عبد الله وعلى ماذا كانت تركب من الدواب في طريقها إلى مكة؟ تركب أمث الحمار وكانت هذيلة وكانت في آخر القافلة وكيف كانت دابتها عند عودتهم إلى ديارهم؟ كانت تسبق القافلة ببركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكيف كانت رضاعتها لولدها قبل أن ترضع رسول الله؟ كان حليبها لا يكفي ولدها ثم أصبح يكفي رسول الله وولدها ببركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكيف كانت رحلة بني سعد عند عودتهم إلى ديارهم؟ كانت تظلهم غمامة طوال الطريق وهل أنكر الغمامة التي تظلهم أحدا من الناس؟ نعم رأوهم أحبار اليهود وقالوا إن هذه الغمامة لا تظل إلا نبي من هم أحبار اليهود؟ الأحبار هم علماء اليهود فماذا فعل الأحبار بعدما رأوا الغمامة تظل القافلة؟ تنكروا على هيئة عرافين وانتظروهم في سوق عكاب وماذا قالوا لحليمه عندما عرضت رسول الله عليهم ضنا منها أنهم عرافين؟ سألوها هل هو يتيم؟ فخافت منهم وغالت ولهذا أبوه تقصد زوجها وعلى ماذا يدل سؤالهم؟ يدل أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ثم ماذا قال الحبرة لبني سعد؟ قال أكتلوا هذا الصبي فوالله لا يبدلن دينكم لماذا سأل الحبرة اليهودية عن يتم رسول الله؟ لأنه مكتوبا عندهم في التوراة أن نبينا يولد يتيم الأب ولو قالت لهم أنه يتيم ما الذي كانوا ينوون فعله؟ قال الحبر والله لو قالت إنه يتيما لقتلته فإن نبي آخر الزمان يكون يتيما وما الذي حل على ديار بني سعد عند وصول القافلة ومعهم رسول الله؟ حلت عليهم البركة من الله فقد كانوا في قحط وتبدل حالهم إلى خير فكيف كان نمو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت أمه حليمة إنه يشبه في اليوم كما يشبه غيره في شهر وعندما أعادت حليمة رسول الله إلى أهله في مكة كم كان عمره؟ أربع أو خمس سنوات وعندما توفت أمه آمنه كم كان عمره؟ ست سنوات ومن كفله بعد وفاة أمه آمن؟ جده عبد المطلب وعند وفاة جده عبد المطلب كم كان عمره؟ ثمان سنوات ومن كفله بعد وفاة جده عبد المطلب؟ أمه أبو طالب وماذا كان يعمل رسول الله في صباه؟ كان يرعى الغنم وماذا كان يعمل عندما أصبح شابا؟ كان يعمل في التجارة وكم كان عمر رسول الله عندما تزوج خديجة بن تخويلد خمس وعشرين عام وكم كان عمر خديجة بن تخويلد عند زواجها برسول الله أربعين عام أين يلتقي نسب رسول الله مع نسب خديجة بن تخويلد يلتقي في جده قصي بن كلاب وكم عدد بنات رسول الله أربع بنات زين برقيه وأم كالتوم مفاطمة وهم من خديجة رضي الله عنهم جميعا وكم عدد أولاده من خديجة رضي الله عنهم الثنين الغاسم وعبد الله وماتوا أطفالا في سن الرضاعة وهل له أبناء آخرون من غير خديجة نعم إبراهيم وهو من نارها القطبية ومات رضيها من ولد من أبنائه قبل البعثة ومن ولد بعدها جميع أبنائه وبناته ولدوا قبل البعثة إلا عبد الله وإبراهيم من الذي وضع الحجر الأسود في الكعبة بعد ترميمها قبل الإسلام إنما اختلفوا أختارة قريش رسول الله ليضعها بماذا اشتهر رسول الله في تجارته بالصدقه وأمانته وبماذا اشتهر أيضا بالبركة في الأرباح وبماذا اشتهر أيضا تظله غمامة لا تفارغه حتى عوجته إلى بيته وبماذا كان يلقب قبل البعثة بالصادق الأمين وما هي كنيته أبا القاسم وكم كان عمره عندما بعث أربعون عاما وما هو اسم الغار الذي كان يتعبد فيه رسول الله غار حراء وكم استمرت الدعوة السرية في بداية الإسلام ثلاث سنوات ومن أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن أول من أسلمت من النساء خديجة رضي الله عنها ومن أول من أسلم من أعمام رسول الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى أين صعد رسول الله لينادي في الناس عند الجهر بالدعوة؟ إلى جبل الصفاء إلى أين كانت هجرة المسلمين الأولى؟ إلى الحبشة من الذي تكلم بإسم المسلمين أمام ملك الحبشة عند مناظرة مشركين قريش؟ يغفر بن أبي طالب رضي الله عنه كم مكث رسول الله في مكة يدعو الناس للإسلام قبل هجرته إلى المدينة؟ 13 عام ما هو الغار الذي اختبى فيه رسول الله وأبي بكر الصديق من كفار قريش عند هجرتهم إلى المدين؟ غار ثور ما هي أول صلاة صلىها رسول الله؟ صلاة الظهر من هي أكرم النساء نسبا؟ فاطمه بنت محمد أبوها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين وزوجها علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين وأبناءها الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنهم جميعا ولماذا سمها رسول الله بفاطمه؟ لأنها والدت في اليوم الذي فطمى فيه الشرق بين قريش على يد رسول الله من هي أول قبيلة نقضت عهدها مع رسول الله؟ قبيلة اليهود بني قينقا من هم المغضوب عليهم؟ اليهود من هم الضالين؟ النصارى وما هي الحطمة؟ النار ما هو اسم الملك الذي يقف خازنا على نار جهنم؟ مالك عليه السلام وما هو اسم الملك الذي يقف خازنا على الجنة؟ رضوان عليه السلام لماذا يقال للمسجد الأقصى أولى القبلتين؟ لأنه كان قبلة المسلمين في بداية الإسلام ومتى تم تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؟ عام ثمين هجرية وكم تزن الصلاة في المسجد الأقصى؟ خمس مئة صلاة وماذا يقال أيضا للمسجد الأقصى؟ دار في الحرامين الشريفين؟ وماذا يعني لنا المسجد الأقصى كمسلمين؟ هو من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال الله أكبر أحسن تبارك الله فيك طيب وجه رسالتك للمشاهدي أقول للآباء تفرغوا لأبنائكم ساعة في اليوم لنتعلم فيها الصدق من الصديق والعدل من عمر والحلم من إثمان والشجاعة من علي وتقديم مصلحة المسلمين من الحسن بن علي ومثلهم 114 ألف صحابي تربوا على يد أبا القاسم صلى الله عليه وعلى أهله وسلم ونتشرف أن نتربى على سيرتهم رضي الله عنهم جميعا رضي الله عنهم جميعا أحسنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر